مستمعينة أهلا وسهلا بيكم مرحبا بيكم الناس الكل وينما كنتوا هذي ساعتنا الأولى من على الخمسة صار معنا بالستوديو النجم اللبناني عليك زلزلي عليك أهلا وسهلا نورتنا نورا فيك يا حبيب تلبي أولا أهلا وسهلا بيك بالستوديوهات بالوراما أفقام في الرياض وأهلا بيك في الرياض وفي السعودية نورتنا شكرا كتير نورا فيك يا حبيبتي وأنا سعيد جدا لك أنا مشواري مع الان بي سي مشوار طويل وعن جد يمكن أنا من الأوائل يمكن الفنانين عن جد يعني مع ام بي سي من لندن لما كان بالبرامج كان عيام رزان وكلهم يعني وبعد كل الصبايا والبرامج حتى تلفزونية ورجعنا على دبي على الإمارات وهلأ لهون دايما مع الام بي سي مع الام بي سي شو سر هالعلاقة الحلوة هذي المميزة مع الام بي سي أنا بحبهم كتير أنا بعتبرهم بيتي يعني الام بي سي أنا بلشت عم بلك بكل البرامج كانت يعني كانت على ام بي سي من وقت لندن فكلهم يعني عملت برامج مع الكل وكانت وكانت محطتي الأساسية يعني الام بي سي إلى فضل دايما حتى من الوقت ما كان فيه سوشل ميديا كان فيه الام بي سي الام بي سي كان بيعني على مستوى العالم العربي صحيح وكان فيه الال بي سي ببيروت وهيدول بلبنان يعني بس أنا على مستوى العالم العربي لأ كانت ام بي سي الشاشة الأقوى شاشة كل العرب شاشة كل العرب كان حتى تيتش اللوغو تيحه يعني كنا طول من خلال كانت الان بي سي دايما على زلزلة متواجدة بكل البرامج جد يعني كنت محظوظ بتحس حرك محظوظ ولا علاقاتك طيبة لا مش علاقات كنت محظوظ الحمد لله أكيد عندي علاقات طيبة كتير بس يعني أنا الأصد مش بس بالعلاقات لازم تكون أنت عندك شي فارد يعني فارد نجاحك شو حسيت بوقتها يعني أنت فارد نجاحك على الساحة الفنية العربية لازم تكون فارد نجاحك وبنفس الوقت يكونوا بيحبوك وبيحبوا وطلعتك على التليفزيون فالحمد لله يعني عشانك كنت يعني كانت أغلب البرامج بالأم بي سي كنت على يعني ممكن كمان حتى ستايل الأغاني اللي كنت بتقدمها كنت لأنه كانت ضربة يعني كل أغنية بتنزل بتضرب كنت غريبة عن اللي كانوا خارجة شوي عن السرب كنت خارجة عن السرب يعني النجوم الكبيرة كل الاحترام لإنهم وبعضهم لحد الله بحبهم وأصحابي على فكرة يعني كل النجوم الكبيرة اللي سبقتني واللي كانت قبل مني كلهم بحبهم كتير وكنت متابعون كنت بتابعون كان في نجم هيك لما تحذر له أعماله أو تسمع له أغنيه تقول يوما ما أنا راح أكون مثل هذا الفنان متأثر مثلا به أو بفنه أعم باللي كنت يعني كنت عم باللي أنا كان بوقت قبل مني يعني أنا كنت طلع بمين كان في وليد توفيق النجم العربي يعني بدون مع حفظ الألقاب مع حفظ الألقاب أنا أحبه وليه من كله تحية لها من كل وليد حبيب قلبي يعني بس هو كان بالنسبة لألنا وليد راغب راغب مثلا يعني هل إنه بس إنه كان وليه بتاع في أنت أول مبلش كان وليد يطلع على كان في التليبيزيون كان عم يعمل سينما كان يعمل وما شاء الله يعني كان من أنجح الفنانين بالعالم العربي نفس الشيء راغب كمان نفس الشيء فأكيد نطلع نحن نقول إنه بعدين عمرو دياب إنه كانوا هيدولي كلهم هيدولي اللي كانوا هني على الساحة بوقتها بشكل كبير طبعا نصير أثروا فيك فنيا إن أثر إنه أكيد إنه نحن بنا نوصل يعني يعني نحن كيف نوصل نصير مثلهم بيوم الأيام ونصير نجوم وكذا فبس توصل إلى هاي المرحلة إنك تصير مثلهم معاهم تصير معاهم بنفس الساحة ومهرجانات وألاف وألاف الجماهير فبتحس إنه يعني هادي أنا ما بعرفش بديلك بديلك نعمة كريم بس يعني أكيد هي الأهم شيء نصيب أول حاجة هي قسمه ونصيبه رزق هي فول باكتش إنه هادي المقولة رضا الله ورضا الوالدين المهمة والمثابرة وإنك تتميزي يعني فيه هلا نحن صرنا بعصر سوشال ميديا مما حكى كلمتاني بيطلع بيعمل ستار يعني رح نجي جيين جيين رح نجتي الشوري بيصير يفكر إنه ستار بس هو الزمان عن جدلي كانت توصل إنك تكون ستار وتطلع على على التليفزيون الام بي سي لتعمل حلقة بوقتها بيبقى خلاص صرت أوريدي إنك لعت على شاشة الام بي سي ستار كبير لتطلع تعمل البرامج اللي كانت كل البرامج اللي كانت اللي من هي كانت أهم البرامج يعني على التليفزيون وما كان في شي اسمه السوشيال ميديا أنك قادرة توصل إلى كل العالم في برنامج العالم كله بده يحضرون كل الناس بتستناه تنتره رح نحكي بعد شوي على السوشيال ميديا لأنه بفيه كامل كامل فنانين والنجوم الكبيرة اللي هني أساسا مرعبين يعني أنت أنا طفق يعني بالنسبة أنا بعدني ولد قدامهم جاي هيدول النجوم كبار مسيطرين على الساحة العربية بشكل كتير كبير لتخترق وتفوتي بياناتهم شغل كبير كانت هلأ صار سهل تخترق واحد بالسوشيال ميديا يخترق ويفوتي رجعين ما تحرقش الموضوع رح نسمع الشكل الحلو نرجع مع بعضنا نسمع الشكل الحلو وبعد شوي رح نرجع نحكي عن السوشيال ميديا معانا نجمنا لليوم علي الزلزل يحكينا من شوي قبل الفاصل عن الإعلام التقليدي اللي هو مش تقليدي أبدا أهل التلفزيونيات أو الان بي سي اللي هي قدمتك للجمهور العربي والسوشيال ميديا حاليا بتحس أنه قيمة الفنان قبل قبل السوشيال ميديا عنده قيمة أكثر من لأنه السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي أتيحت لكل الناس أي حد أي حد يقدر يطلع يحكي كلمتين يصير يصير مشهور مشهور وفيه كمان نموذة جديدة صار اسمها فنان الأغنية الوحدة اللي هو أو الأغنية الوحدة اللي هو فنان أو فنان يطلعوا أغنية تضرب وخلاص أنا صرت فنانة وأغير البيوغرافية على الإنستغرام وعلى مواقع التواصل الفنانة المطربة الهلوبانها وأنا عاملة أغنية واحدة ضربت شنو رايك فيلي عم بيصير بما أنه أنت ماشاء الله عصرت القديم وجديد شوفي أنا بديلك شي بس أنه المضحك المبكي كما يقوله لا ما فينا نقارن أبدا السوشيال ميديا بهذا العصر شيء كتير حلو 100% توصل لأكثر عدد من الناس عم توصل لأكبر عدد بالعالم صورتي على المستوى العالم وقدر توصل حتى بعد شوية يعني ممكن تعمل إذا ما بتحكي حتى لغة تعمل تبعتها بترجم لوحدة تطلع الأغني إذا بدك توصلها هو كلامك 100% بهذا بهذا التكنولوجيا يصل ما فيها يعني بس أكيد ما في شيء مثل إنك تطلع على شاشة مثلا مثل مثل حتى لو يعني أنا حتى بفضل لهلأ أنا دايما نقول الأم بي سي أوكي السوشيال ميديا كتير حلو بتوصل بس إذا بتطلع عم تحكيني كمستوى أكيد بروجرام على تلفزيون كتير مهم على شاشة كتير مهمة طبعا أوكي أنا بصير بعتبر إنه السوشيال ميديا هو التسويق إلا اللي أنت طلعت أو بيكمل إذا فينا نقول هو شر لابد من هو شر لابد من بس طبعا أكيد أنت بفي بروجرام على شاشات معينة طبعا مش أي تلفزيون يعني أنت عم تطلع فيه بهذا واحد أثنين إنه نحن بهذا العصر اللي صرنا فيه نحن عصنش الميديا اللي هو بتشوفي شغلات أنا بعتبره إنه هو هذا يعني على قد ما هو أنا ممكن تضحك إلي إذا قالتلك شيء ما بعرف أنا ضد التكنولوجيا مع أنه 70% من حياتنا تكنولوجيا ما فيك تعيش من غير موبايل ما فيك تعيش من غير إنترنت غير موبايل ما في يعيش من غير يعني أشياء سلمي بس نستعمل الموبايل للتليفون وحتى لنتصف ما في مشكلة بس نحن نحن نأخذ التكنولوجيا المحل مضر حتى بضر فينا وفي مجتمعاتنا وفي حياتنا قديت قذي وقت ع التليفون بوضي بوعب تشوف يعني بدون ما تحسي. ادمين ادمين. بدون ما تحسي يعني. شو اكثر تطبيق بتستخدمه؟ كل شي بعض. يعني لا ما بتستخدم. يعني ما كتير. واتساب انستجرام. كل ما عم بليك واتساب انستجرام. عندك تيك توك ولا لا. تيك توك ايو بس مني اكتيفتي. يعني مش كل يوم بنزل شي احيانا. بضطر انه لانه صار انه هيدا. لازم يكون انت متوجد. بس انه ما بطلع لايب ما بطلع هيدول. كبس كبس كبس. ما بتكبس. ما رح يجي يوم نشوف علي زلزلي قاعد فتح. فتح لايب تيك توك. يلا يا جماعة كبس وكبس كبس. لا 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 لا. ما احترامي ليلون ما عم بحكي انا على الشيء. ما بحكي. يعني كلهم. كل انسان هو حر انا بعتبر هيدا. بس انا لا عم بحكي عشخصيتي. انه انا ما بقدر كون هيك. صعب. مع انه شخصيتك انه مرحى مرحى. مرحى ممكن. بس بطلع ممكن هلا بتاع بليلي مسلا بتاعها ممكن يطلع غنية تسلى. انا يعني بحب الناس وغنية بس انه كبس كبس. او جيب حدا معك يقول كبس. اذا انت بتستحيح تقول كبس باللايف تبع تيك توك. جيب مساعد لقلك على جميعا كبس وكبس وكبس. ما بتشوف حالك عبدا. لا 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 ما بقدر شوف حالك. بالعكس. احترامي لكل الناس. انا باحترام كل العالم. بس لا ما بقدر. بحس انه انا بحس حالي عالمسرح اكتر يعني. متشوف حالك اكتر انه انت موجود عالمسرح؟ مسرح اي انا حدا مجنون عالمسرح. يعني بعرف انه بعرف كيف احكي مع العالم. بعرف اللغة اللي بحكي فيها مع الناس. بعرف الطاقة تبعي كيف انه متلا بقوله ازال فجرة عن المسرح. الله يبعد عني انت لتبجير وهدول بس انه هيل يستطيع. بالكلمة ايجابية ايجابية. بقدر أعطي على المسرح بشكل كبير بقدر أعطي بالبروغرام إذا فيه بروغرام على الفرقة بتحب الأشياء اللايف بحب الأشياء اللايف أكثر الأشياء اللي يكون فيها على طبيعتك طبيعتي أكثر نحن نسمع عليك بما أنه حكينا على المسرح والأجواء رجعت؟ أنت مرجعت؟ طيب زلزلي لسه على الطريق يا جماعة لسه ما رجع عم نرجع عم كبني لمبعضنا على الهواء عليك من الحاجات ممكن اللي ميزتك أو ميزت مسيرتك الفنية أنه عندك جرأة بالاختيارات عندك أنه تختار أو ما عندك مشكلة أنك تعمل حاجة خارجة عن الصندوق أو تتجازف من وين أول حاجة من جبت هالثيقة بنفسك؟ دائما عندك ثيقة في نفسك؟ أنا طلعت بالأول أول أول ما بلشت أنا بلشت أنه كنت أنا بحب غني أنا عندي ماي فايفور اللي بسموه الأيدول عندي أنا وعبد الحليم حافظ كنت أنا زمان وبعدني أحب سيدي فيروز بشكل غير طبيعي يعني أنا غرامي فكنت غني كانت شي لعند اللي بالراحة عبد الحليم حافظ وأول ما غنيت بالقاهرة بمهرجان كانت تأبين بليخ حمدي كان مهرجان تأبين بليخ حمدي فغنيت وقتها كانوا كل نجوم العالم العربي وأنا طالع عادة أول مرة كنت بحياتي بطلع لما أبلمسها الكرافات أول مرة تطلع على المسرح؟ لا أول مرة بطلع بالمستكرافات كرافات زلزل المجمون اللي هو اللي كنت على هاله وهو مختلف عن الفنانين وفجأة طلعت المستكرافات أنا وطلعت غنيت ولد ولد أنا شكرا عمر 18-19-19 سنين وطلعت الغنيت زي الهواء فأنا اللي عم بحكي فيه أنك أنت اليوم كل الفنان عادة بديك توجدي نفسك وتحسي حالك أنك هيدا أنا بالنسبة للجرؤة هويتك تخلق لنفسك هويت أنا ما هويت أنا ما في يكون عبد الحليم وما في يكون لأنه عبد الحليم عبد الحليم كل هيدول الكبار اللي هني المجوم حتى بتيجي اللي ترجع على وقت عمره دياب عمره دياب راغب وليد كل واحد عندهم شخصية بعدين جينا نحنا الجيلة اللي لبعضهم وائل وعالى وعاصي هيدا الجيل اللي بعد كان راغب كنا نحنا ثلاثة يعني أنا وعاصي ووائل وكل واحد منا different style أنا حدا مجنون على المسرح عاصي اللي هو الخيل والهوارة والهوارة هيدا كان في أول مطلعنا ووائل موعدتك بنجوم الليل وهالأغاني هيدا الرومانسي الرومانسي اللبناني واحد مجنون على المسرح وكننا يعني حسينا كل واحد عشان يكل واحد منا نجح كل واحد منا أخد طريق لازم يكون متميز أنا كنت مجنون باللبس بستايل بكل شي متاع كل يطلع يلبس فابيرون أنا طلعت بوقت اللي كان هيدا يقولوا لاش هيدا مخزق مهم أميسوا مخزق كنت انت أول حدا ما كنت تخاف مردت فعل الناس هيدول مثلا بالإيدان أكسسوارات هيدول يشو اللي انت لبسهم هالله بلشي عادي هايك بتحب تلبس أكسسوارات لا مش أكسسوارات إنه هيدا ستيل يعني هيدا ستيل It's your style يعني يعني عارشتي كيف تعب وأنه علاء زلزل يلبس بريس للعرب هيدا أنا وقتا رئيس وزراء أستراليا طلع يعني قالها كيف وشونتال بوياك كانت أهمة نجمة تطلع تحكي عني وكنت مبسوط أنا إنه هيدا كلهم يشوفوني شي شوف ما تغريت شوي بهذلك الفترة لا أنا 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 صدامت أنا كان عندي موقف لما رئيس وزراء أستراليا طلع حكا عني قالوا إنه أنا بشوف ألبس بالغرب أول مرة بشوفوا جاي من الشرق إنه واستقبلوني بالبرلمان بأستراليا أخدوني على البرلمان وعندولي واو المبسوط قددني بعدين أنا مرة انصدامت إنه يعني كان شونتال شونتال قوياك أنا أنا صغير بحضرها بالنسبة لي كانت مطربتي وهيك اللي بحبها وغنيت إمتى غنيت بتونس كنا بتونس كان في مهرجان اسمه ساة نوفمبر ساة نوفمبر ايه هذا الاحتفال بالعهد الراحل الرئيس القديم بوقت سبعة نوفمبر ساة نوفمبر كان عندنا مهرجان كبير بيهوي على مسرح كارتاج وكنت أنا وكانت هي بدأت غني فأنا قاعد مبسوط عم بتطلع فيها وأنه يا الله شو هالحظ اللي عندي أنا إنه أنا عن جدة كبيرة وصرت عم غني عم غني عم مسرح متغني عليه وانطالب إياه وكارتاجي مش أي مسرح ايه لا كنت مغني قبل أنا على كارتاج وغني أي وعملنا كذا بس عم بحكي أنا أنه عم بوقف مع نجمي بهيدا الحجم مم لاتفجأت أنه بتجي مسلا بتجي بتقلي أنه كانت هيك كنت أنا قاعد قلت لي ممكن تعطيني تمديلي على صورة قلت لي أنا أمديلك إليك إنتي أما قلت لي ممكن ما عم بفهم يعني أنا قلت لي معنو أنا بحكي فرنسي واختي فرنسي بحكي إنجليش بس إنه ممكن أنا ما فهمت أنا ما عم بفهم أنا بدي أولا إنتي أصدق تعطيني صورة أو منضية يعني هدا شرف لإلي قلت لي نو نو أنا بدي صورة لإليك وأنت مثل جوني أوليدي عنا ببيريز أنت ذكرتني بجوني أوليدي وجوزة كان يشتغل مع ريكوماسيا ومع جوني أوليدي وجوزة هو ملحن وكذا قلت لي لازم تيجي لعنا ع فرنسا تقعد ع طول فهذا الشي كان يساعدني كنت جن ويساعدني كان أنا يلاقوني مثلا حدا بلبسة بستيل الجلد الجنون على المسرح الشعر هيدو كعرفتي كيف كانت غير عن الفلانين أخد طريقة ما بقدر كون لأنه ما بقدر كون واحد منهم ما بقدر كون يعني لو ما مقلدت بدي ضلوا يشوفوني بصورة اللي عم قلده ما عم شفوني أنا ممش بهويتك فانتات تمسكت بهويتك بما أنك حكيت على تونس وقرتاج رح نسمع ليموني اللي غروا مني واو عجمل أغني غنيت مع النجم اللبناني على زلزق ليكونا منحكي من شوي على الليموني اللي غروا مني طبعا للي هاديجويني غنيت تونسي غنيت مغربية غنيت جزائري الملحنين رحمة الله علي يعني هو فنان قدير تونسي من أكتر الفنانين اللي بحب ألحانه وبحسها بتشبهني غنيت لهو الليموني اللي غيروا مني وغنيت لهو يا معنزبتني بزينك وكن بدي غني لهو ضحتي الياسمينة بالليل في أغاني كتير عنده عنده أرشيف كتير كبير صحيح وغنيت طبعا جزائري غنيت له نوبلي فاضل يعني الملحن نوبلي فاضل كمان محلى الملحنين بالجزائر وفاروق فاروق الجزائري تعملت وهلا عندي أغني على فكرة بالفرنسي كمان مثل فرنسي راي جزائريا يعني نعم وغنيت بالماء بالزاف باللهجة المغربية أكيد يعني وغنيت لمحسم بيت المال ديارة من أجمل أغاني اللي غنيتها كمان قولولي واني ديارة ليبي فنان ليبي رائع بحب هاللون نوها كتير بحس انه هيدا اللون بنتيمين واني يعني بيشبهك تلاحظين انه يمكن بين أصحاب يعني اللي سبقوني بالنجوم اللبنانيين والهدول او اللي من جيلي الوحيد اللي غنى هيدا اللون بده جرأة لانه مش اي حدا رح يضبط اللهجة الحمد لله اني قدرت انجح لهموني اللي غنوني نجحت كتير عقليتار نجحت كتير يعني فيها غاني نجحت حدو والله نورتنا علي لحوين مسافرت روح تعيا وتولي ترارارام شحال ندمو العباد الغافلين قبل اقو قبلي ترارارام شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي ترارارام شحال ضيعت وقاتو شحال يزيد لازال تخلي اي 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 ا من أكثر الفنانين والأغاني وحشتني تونس والجزائر مغرب العربي صارني فترة ما طلعت عليهم من وقت المشاكل اللي حصلتهم وبعد ما طلعت بس إن شاء الله هاي السنة بالصيف يا رب تكون لحوالي كتير منيحة إن شاء الله علي خليلي كلمة الختام كلمة الختام إن شاء الله نحن أنا محضرك أكيد يعني محضرين عنا سلسلة شغل الحفلات قبل ما تحكي لنا على سلسلة حفلات في عمل أنت حكيت تحت الهوى تحت الهوى إذا فيك تحكي لنا ما راح نقول لك شنو الأغنية بس في حاجة مفاجئة كبيرة برشا صراحة ممكن تحكي لنا سكوب هك صغير يعني في ميلودي عجبتني وقلت ليش ما بنعملها نحن باللهجة العربية حسيتها بتشبهني مجنوني مثليك لما تسمعوها راح تعرفوا شو هي الأغنية هلأ محضرين نحن عمل كذا أغنية بالمصر وهولي نحن صرنا زمانا محضروا العمل نحن بلشنا بلتسجوت ودبكي وصارت لأحداث يعني وقفنا شوية بس هلأ إن شاء الله على أول الصيف حنبلش نرجع بالإضافة اللي عم بلك إنه نحن عندنا مجموعة حفلات وتعاون مع الشركة شو ميديا بمصر بكل شيء وهون حتى كمان فيه تعاون إن شاء الله نحن وبلتيني صارت بتجي كتير بلتينوم ريكوردز فيه تعاون إن شاء الله بعمل مميز وحيكون كتير حلو وكتير مجنون ما بدي حلو كل شيء ليكون عندي وقت فور نيكست إن يجي لعندي قامة المعابلة تانية إن شاء الله نورتنا عليه دائما سعادة باستضافتك شكرا كتير لك شكرا كتير لك شكرا كتير لك